جهود مستمرة لمشروع وهو الأكبر مش بس في مصر لكن نقدر نقول هو المشروع القومي الأكبر اللي بشهادة منظمات دولية عالمية ومجتمع مدني على مستوى العالم إنه مشروع حياة كريمة واحد من المشروعات الأكبر والأكثر اتساعا واللي يكفي إننا نفكر نفسنا ونفكر بعض كده إنه حياة كريمة لما بتدخل تقول الصباح الخير كده أنا بطور قرية فيا حياة كريمة بتعمل بتبني قرية أو بتعيد إحياء مكان وقرية دي مساحة كبيرة وعميقة من التحديات والتطوير على مختلف المستويات ما هيش حاجة على مستوى إن أنا بدهن حيطان ولا برصف شوارع إحنا على المستوى العميق من التطوير عشان كده مؤسسة حياة كريمة من اليوم الأول قالت أنا مش مؤسسة وحيدة يعني أنا مش هاجي أخد التورطة الوحدي ولو إنها مش تورطة هي تركة هي تركة كبيرة جدا ولا هاخد التركة زي وشيلها الوحدي لكن مؤسسة حياة كريمة بالأصل هي قائمة على الشراكات مع المجتمع المدني فمؤسسة حياة كريمة عملت إيه؟ لللي فينا مش متابع ومش فاكر هاخدت كل جهود أو اللي كان بيحصل قبل كده إن جهود المجتمع المدني متفرقة أنا عندي مؤسسة مجتمع مدني عندي شوية دعم جايين هعمل بيهم خمسين مشروع حد تاني عنده شوية فلوس جاي له هيعمل بيهم وصلات مية حد تاني هيبني بيهم عشرين بيت تفضل الجهود المتفرقة دي وكأنك بتحرط في بحر لأنك بتعمل جهود فعلا لكن ما بتبنش مؤسسة حياة كريمة عشان كده هتلاقونا طول الوقت بنتكلم عنها بحالة من الحماس والغيرة كده قالت إنه ببساطة طب ما تيجوا نلم كل الطاقات والقدرات دي ونعمل نظام هيكالي ومؤسسي ونقول إننا هندخل القرية ما نطلعش منها غير وأهلها بيعيشوا حياة كريمة صحة وتعليم وطرق وجودة حياة وفرص عمل وكل حاجة نخرج وندخل القرية اللي بعدها وبالتالي لازم يفضل خط الشراكات موجود طب مين أصلاً اللي بينفذ على الأرض هو منظمات المجتمع المدى عشان كده النهاردة واحد من الإعلانات المهمة وهي استكمال لمسار حقيقي لمؤسسة حياة كريمة توقيع بروتوكول التعاون مع واحدة من مؤسسات التنمية المستدامة مؤسسة الزهرعوان بهدف تنسيق الجهود للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الأكثر الاحتياجة اللي احنا شايفينه على الشاشة دي اللي أعطيت من بروتوكول التعاون النهاردة الهدف من هذا التعاون مع مؤسسة مجتمع مدني زي مؤسسة الزهرعوان هو توفير الحياة الكريمة مد أيادي جديدة مد الطرق التنموية والتعاون الطبيعي اللي بيحصل ما بين مؤسسة حياة كريمة وجميع مؤسسات المجتمع المدني لما تشوفوا حياة كريمة بتشتغل انحازوا وفرحوا وانبسطوا وعرفوا أنه في خير بيحصل واحد من التعليقات اللي لقلنا أنساها يعني أنه حياة كريمة بالنسبة لبعض الناس هي هو مشروع كبير يهمني لكني لن أستفيد منه بشكل مباشر دي صور لكن خلونا نرجع مرة تانية وتاني نقول أنه عودة للفكرة أنه هذا هو المشروع اللي أنت ممكن تقول أني بنحزله وبستفيد منه رغم أنه ممكن أنا مش من الفئة ولا الشريحة المستهدفة لحياة كريمة للسنادي ولا اللي جاي ولا اللي بعدها متفقين أنه حياة كريمة بيبدأ من الأكثر احتياجا مش من بس اللي محتاج من الأكثر احتياجا شكرا